في العضية الأساسية قبل المشاكل والمتعلقة بالجوانب المالية وهل ما تحقق نجاح أم فشل بس في جانب متعلق أحمد سيد مجار رئيس مجلس إدارة نعم وبالتالي لا علاقة له نهائيا بالتحرير الصدام بدأ من هنا أنك رئيس مجلس إدارة ولكن تريد أن تهيمن على التحرير أو على الأقل تشرف عليه وبالتالي تعددت الصدمات يعني أنا عيشت في مؤسسات صحفية يتم الفصل تماما بين التحرير والإدارة لأن أنا لو كرست هذا المفهوم وهذا المنهج أن الإدارة تتدخل لأ ده في منتهى الخطورة هو ده اللي يفقد الصحافة استقلاليتها أنت رئيس مجلس إدارة نعم كيف يعني هنا المشكلة بدأت من هنا أنه أحمد سيد مجار يعطي نفسي الحق في التدخل في التحرير إطلاقا لأنه في الحقيقة الموضوع كان بيبقى كالتالي لما يحصل خطأ جسيم المفترض القانون واضح وصريح رئيس مجلس الإدارة هو مسؤول ويشرف على كل الكائنات والإدارة الوحيدة اللي اختصها القانون بالذكرية التحرير ده القانون ورغم ذلك أنا الحقيقة كان بيحصل تدخل بعدي بمعنى أنه يحصل خطأ جسيم فلازم تراجع التحرير ولازم تحول المسؤول عنه لتحقق يعني مثلا لا الخطأ الجسيم ده من يحدد أنه خطأ ما جاز يعبر عن وجهة نظر لا مش وجهة نظر يعني مثلا لما يبقى فيه الخطأ الخاص مثلا بنيابة الانقلاب حد كتب نيابة الانقلاب الحقيقة أنه حتى لو رأيه ده بقى زي ما حضرتك قلت في الأول ده جريدة الدولة يعني ورغم كده ما حسبش على كلمة أنه هو كتب نيابة الانقلاب هو حسب على أنه ده مش كتابته هو سحبها من موقع وبما أنك ما أشرتش الموقع بتعتبر في عرف الصحافة سرقة فخدها بصياغتها يعني خدها ولم يرجعها هو موقفه مش كده هو الراجل تماما مع الدولة لكنه لم يرجع ما سحبه من موقع معه ده لا يليق بالمؤسسة الأهرمان ده مؤسسة كبيرة وبتعطي أفضل مرتبات بالنسبة للصحفيين المرتبات الأقل هي الرئيس مجلس الدارة ورئيس التحرير بالمقارنة بالمزراءهم في القطاع الخاص لكن المحررين عندنا هما الأفضل على الإطلاق وبالتالي تمت المحاسبة في حاجة من هذا النوع لازم بحول التحقيق إن في حد سحب حاجة من موقع آخر ما بازلش مجهود كصحفي ما اشتغلش كصحفي ده لا يليق ولا يجوز أه بس ده مسؤولية رئيس التحرير يعني خلينا أكون واضحا مسؤولية رئيس مجلس الدارة أفكر بقى إزاي أدير المؤسسة إداريا أنمي موارد المؤسسة هو ده كان بيحصل طول أزود إعلاناتها إزاي أزود مكاسبها أحاول إزاي أن أنا أدير هذا العدد الكبير من العاملين أهرم دولة دولة بمفهوم إنها عملاق الصحافة المصرية طيب أستاذ وقل هو مين المسؤول إذا كان المحرر ورئيس القسم عدت والدسك المركزي عدت ومدير التحرير ورئيس التحرير فيه من يدير من يرأس كل هؤلاء هو رئيس مجلس إدارة وبالتالي حماية للمؤسسة ولمستوى التحرير فيها بس هي أضية تحريرية يعني رئيس التحرير هنا تتحلق العقوبة في الحقيقة هنا بتبقى شؤون قانونية تبضى العقوبات بشؤون قانونية ما عدا العقوبات اللي انت بترغب في عدم دخولها في إطار الصلاحيات لازم تبقى صلاحياتك وترغب في عدم دخولها في شؤون قانونية لو رئيس تحرير أخطأ مثلا فيبقى فيه محاسبة مباشرة عشان ما فيش يعني طب إيه النمازج التانية اللي تدخلت فيها عشان أقولك أنا كمان نمازج المختلفة يعني انت لقيت نيابة الانقلاب فطبعا هو ما فيش شك مشكلة كبيرة لكن طبعا وكمان حسن النية عندنا في الصحافة ما بيغسلش الأخطاء يعني لا ده مش حسن النية هل أن أنا أخد حاجة من موقع آخر وما أقومش بشغلي ده حسن النية لا طبعا ده على الأقل أنا مش عايز أشتغل بعمل حاجة لا يليق ولا يجوز ولتسميتها صعبة يعني لا أنا باتكلم في أنه ما فيش سوء نية في أنه هذا المفهوم يصدر للناس أن دين يابة انقلاب يعني أولا إهانة للهيئة القضائية وإهانة كمان لسلطة الحكم الحالية وكلهم احتجوا ومحتجوش عندي أي حد احتجوا عندي أنا وبالتالي كان لازم يبقى فيه المحاسبة والتحويل لشؤون قرارين طيب فيه مثلا نموزك تاني آه فيه يعني شخص متعقد معاه فيه كان بيعمل كمراسل في ليبيا عندنا مراسل من الأهرام العربي في ليبيا ممتاز يعني بيقوم بدروز زميلنا أستاذ أحمد عمر مراسل لكن كان فيه اتفاق قبل ما أستاذ أحمد عمر يبقى مراسل الأهرام في ليبيا كان فيه اتفاق مع مراسل مقيم هناك فأرسل للأهرام موضوع منشور بقاله يومين في حاجة تانية في موقع تانية طبعا ما رجعشي فاتنشر الأسوأ أنه اتاخد منه للصفحة الأولى باعتباره خبر مهم جدا آه موضوع في الصفحة الأولى بعنوان مختلف تماما حتى المكتوب يعني هو كانت الموضوع كله كان عن بنغازي اللي في الصفحة الأولى عن طرابلس وطرابلس وضع يختلف تماما عن بنغازي لا أولا ده كان حاجة عملياتية في المدينة آه عملية آه يعني الجيش الليبي بيسيطر على منطقة القوارشة في غرب بنغازي فتحولت إلى طرابلس فهنا في الحقيقة كان خطأ جسيم يعني وخطأ جسيم فيه استهتار لأنه حتى الموضوع اللي هو متاخد ودي جريمة أخرى طبعا أنا أوقفت نهائيا هذا المراسل لأنه في الحقيقة أنه يسحب مقال منشور في موقع آخر ده إهانة للأهرام والأهرام في الحقيقة فيها أداء تحريري ممتاز في داخل الجورنال طبعا أنت تتحدث عن بعضا أن الأهرام فيها الكتاب والصحفين الكبار والصغار لا حتى مش بس صفحات الرأي المتنوعة والأفضل في كل الصحفة المصرية طول الوقت الحقيقة صفحات الرأي في الأهرام في الحقيقة بس الحلقة بتقوله ده التحيئات والحوارات وغيره عندنا مشغول تحرير هنا أنت بتلغي رئيس التحرير يا سيدا لا ألغيه لأنها مرت منه إذا مرت منه هي مسؤولية رئيس مجلس الإدارة لا عفوا ده نص القانون القانون رئيس مجلس الإدارة يشرف على المؤسسة بكل إداراتها والكيانات التابعة عليه بما فيها إدارة التحرير هنا لما حصل خطأ ومر من الجامعي لازم حاسب على أي الأحوال فيه حاجات من هذا النوع أنا كنت مثلا يعني ببص على الجورنال قبل ما يطبع وبرجعه لهم في التحرير يعني لو أنا مشيته من عندي للمطبعة يبقى نتكلم عن أي تدخل منه طب ما أنت مجرد أنك تطلب البروفات بس وتشوفها ده تدخل طب أنا هقول لحضرتك حاجة تدخل لما تطلع قرار كده لا هقول لحضرتك حاجة لازم أشوف يا أستاذ واي تدخل أستاذ هيك الرحمة الله عليه وهو أستاذ الأساتذة يعني كان بيعلق بروفات الجورنال عشان لو أي حد حتى من السعاء شاف خطأ بيدي له مكافأة يعني أصلا بيعلق بروفات الجورنال وأي حد معادي مش مجرد الناس المختصين في ديسك مركز أو غيره ده أي حد في الجورنال معادي بما فيهم زملاء ناقس سعاء أو غيره وشاف خطأ بياخد كان وقت تعمل المكافأة ربع جنيه ربع جنيه ده كان رقم في السكين بس هنا ينطلق من روح التعاون والحث على الخوف على الصحيفة إنما أنت بتنطلق من روح التفتيش نفس الروح والتدخل بالعكس كان نفس الروح وكانت بالمناسبة مقبولة وما كانش في أي حاجة فيه فقط لما حصل كان فيه لقاء تلفزيوني بيتعمل معايا في التلفزيون المصري شهريا يعني كنت كفيت عن الظهور في كل التلفزيونيات الأخرى وبزهرت مرة واحدة في التلفزيون المصري شهريا لحد ما وقف هذا الموضوع يعني توقف يعني توقف توقف واعتبرت ده أيضا نوع من العدم الرضاية ولا فرق معايا لأننا أصلا مجهول مطحون إداريا في الإدارة المؤسسة والكائنات التابعة لي فما كان يعني كنت بقتطع وقت على حساب نفسي يعني فالمهم في أحد اللقاءات فأنا كان بمناسبة موضوع نيابة الانقلاب فكان في معمول هاشتاك كده إنه إقالة أحمد النجار عشان نيابة الانقلاب فقلت بالحقق اللي عمل هذا الحاشتاك يعني ده حد يعني مضطر أقول كلام جارح يعني يعني حد لا علاقة له بالصحافة أو يعني ده هزيان يعني ليه؟ لأنه أنا لا علاقة ليه بهذا الموضوع ده المحرر رئيس القسم ديسك مركزي مدير تحرير التصحيح رئيس تحرير أنا مهمتي المحاسبة بعد ما يحصل الخطأ إنما اللي مهمتهم إنه ما يحصلش الخطأ هم دول في التحرير ده احتراما لفكرة استقلال التحرير فعلى أي الأحوال أنا فقط في بعض الحاجات لما يوصل مثلا إيه الحاجات اللي كانت بتأخذ على أنها تدخل في التحرير إنه عايز يمدي الناس أنا عندي جورنال فيه أكتر من 800 واحد صحفي ده الرقم القياسي العالمي غير قبل للتحطيم بالمناسبة اللي هو الأهرام اليوم 800 صحفي وصل 830 في وقت من الأوقات لحد ما طلع عدد بالمعاشية فلما يبقى حد خارج أنا بقول فقط الكاتب الكبير اللي له قراء هو اللي يستمر تعاقد معاه أو يعمل بالنظام المكافأة إنما زملائنا اللي في الديسك أو غيره طب خلي مجال لي جيل الوسط إنه يطلع إنه ياخد مكانه وبالتالي إن فيش مبرر لإن أنا أفضل متعاقد أو يعمل بالنظام المكافأة وأنا عندي كل هذه الأعداد في الحقيقة اللي هي الجورنال يطلع بـ 80 واحد ودي رأي رئيس التحرير بالمناسبة يعني وفو مرة من المرات قال اللي بيشتغلوا فعليا ما يزودوش عن 70-80 واحد فهنا الموضوع إنه لما يبقى في حد هو عايز يمدلو أو عايز يعمل بالنظام المكافأة وأنا أرفض يعتبر أن ده تدخل في شؤون التحرير أنا بس مش حابب دي أمور داخلية في الأهرام أرجو ألا لن تكون داخلية في الأهرام